الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجزو الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم يواصل جموع الحجاج التوافد على مشاعر عرفات للوقوف به وهو ما يعد رقن الحق الأعظم اقتداء بسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وسط منظومة خدمات وإجراءات متكاملة على المستويات كافة الأمنية والصحية والخدمية وقد فرضت قوة أمن الحق والأجهزة المعاونة أطواقا أمنية واسعة لضمان أمن الحقيق وتيسير تفويجهم وتنقلتهم في مناطق المشاعر وفق التوقيتات المحددة استشد عدد من الفلسطينيين فجر اليوم في قصف للاحتلال على مدينة غزة وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال الحربية استهدفت ثلاثة منازل في حي تفاح وشجاعية بمدينة غزة ما أدى لاستشهاد 14 فلسطينيا بينهم أطفال ونساء وإصابة العشرات وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية باستشهاد فلسطيني في قصف على مخيم الشابورة بوسط مدينة رفح الفلسطينية جنوب القطع كما قصفت مدفعية الاحتلال مدرسة تابعة لوكالة أنروة وسط مدينة رفح الفلسطينية أصيب ثمانية فلسطينيين بينهم أربع بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي محيط مخيم الأمعري جنوب مدينة البيرة الملاصقة لرامالله بوسط الضفة الغربية المحتلة وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية أن الإصابات وقعت خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في محيط مخيم الأمعري منهم طفل أصيب بجروح حرجة من جانبها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أن تواقمها تمكنت من إجلاء مصاب بجروح خطيرة عقب إطلاق جنود الاحتلال وابلا من الرصاص صعوب قائد مركبة في المنطقة التي تشهد مواجهات بين قوات الاحتلال والمواطنين الفلسطينيين قال مسؤول أمريكي أن الجيش الأمريكي يستعد لإزالة الرصيف الإنساني قبالة ساحل قطاع غزة بصفة مؤقتة بسبب ظروف البحر المتوقعة وأوضح المسؤول الأمريكي أنه من المرجح نقل الرصيف إلى ميناء أسدود الإسرائيلي حتى تتحسن ظروف البحر كان الرصيف العائم الذي أقامته لولايات المتحدة قبالة غزة قد علق عمله في مطلع الأسبوع من جانبها أعلنت الأمم المتحدة أنها لم تستأنف بعد النقل المساعدات من الرصيف إلى مخازن برنامج الأغذية العالمي التابع للمنظمة الدولية أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية أنه جرى إجلاء طاقم السفينة توتور المملكة لجهة يونانية والتي لحقت بها أضرار جراء هجوم شنت قوات الحوثي مضيفة أن السفينة المهجورة تنجرف في البحر الأحمر هذا وندد الأمين العام للمنظمة البحرية الدولية أرسينيو دومانيجاز بالهجمات التي تقوم بها قوات الحوثي مؤكدا أنه لا يمكن لهذا الوضع أن يستمر وتسبب الهجوم الذي وقع بالقرب من ميناء الحديد اليمني في تسرب كبير للمياه إلى السفينة وإلحاق أضرار بغرفة المحرك وهو ما جعل الناقلة غير قادرة على المنورة أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي قدم مقترحا لوقف القتال في أوكرانيا لا يمكنه أن يملي شروط السلام على حد تعبيره وعقب اجتماعا لوزراء الدفاع حلف شمال الأطلنطي في بروكسل قال أوستين أن بوتين ليس في وضع يسمح له بأن يملي على أوكرانيا ما يجب عليها فعله لتحقيق السلام كان بوتين قد أكد في وقت سابق أنه سيتفاوض مع أوكرانيا في حال سحب قوتها من أربع مناطق تطالب بها موسكو وتخليها عن مسعها للانضمام إلى حلف الناتو أعلنت الرئاسة البلجيكية لمجلس أوروبا أن صفراء دول الاتحاد الأوروبي اتفقوا من حيث المبدأ على بدء مفاوضات انضمام كل من أوكرانيا ومولدوفا إلى التكتل في الخامس والعشرين من يونيو الجاري وأوضحت الرئاسة البلجيكية في بيان أن هذا القرار ستتم الموافقة عليه رسميا خلال اجتماع على مستوى وزراء الخارجية سيعقد في الحادي والعشرين من يونيو الجاري كان البلدان قد تقدم بطلب انضمامهما إلى الاتحاد الأوروبي بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في فبراير من عام 2022 أعلنت الجمعية الوطنية في جنوب أفريقيا إعادة انتخاب سيرال رامفوزة رئيسا للجمهورية وانتخاب نواب جنوب أفريقيا سيرال رامفوزة رئيسا للجمهورية لولاية ثانية بأغلبية 283 من أصوات الجمعية الوطنية التي انبثقت من الانتخابات التشريعية الأخيرة والمؤلفة من 400 نائب وأوضحت الجمعية الوطنية أن رامفوزة أعيد انتخابه بعد فوزه بفارق شاسع على مرشح الحزب اليساري جوليوس مليمة الذي حصل على 44 صوتا انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل